السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة راشا شانل اليوم نقدم لكم واحد رائع جدا في المكونات نحتاج اترو ديال الحليب السنية على الحساب الضغ كل واحد كيفرش كيبغي سكار جوج صراحة فلاشكا فلشكا اتراج برمج وصفت طرق جوج كيفرش انظر الغزب يوجد في طريقة التحضير اترو نست Orleans اسم بسبب سارة ما من المسائل الأول سنضرب مع الوقت لا بأسفة مجموعة سنضرب مع القوهرة سنضرب مع الوقت نضرب ملتقين غير قليلا نضيف سكر في نكهة البرتقال هذا هو الذي يجعل هذا الريب رائع يجعله بحل مدق المهلابية نضيف سكر في نكهة البرتقال نضيف سكر في نكهة البرتقال نضيف دعم نضيف سكر في نكهة البرتقال نعم 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 خلطة جيدة لتبقى السندة لتبقى السندة جيدة كنت تتأكدوا أنها تقوير جيدة للمشاهدة لتبقى السندة لتبقى السندة لتبقى السندة جيدة لم يتحرك من بعد سنجدوا قليلا حرق يجب أن نضيف الماء يجب أن نضيف الماء نضيف الماء يجب أن نضيف الماء ونضيف الماء ونخطيه بشي مانطى ونحتفظ به بحركة طبخ او لتكون سخونة تقريبا ستسوي يسير يشير او لك تصيبه اليوم وتحل عليه الغد انا هاتش يدير يسير كما تشاهدون كما تشاهدون هذا الشكل النهائي يجي شاد فراس يجي مدق رائع صراحة مع نكهة البرتوقال كما تشاهدون سهل أن تجربوا لا تنسوا كتبوا لي التعليق وانا اكيد لا تنسوا الاشتراك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته